مراد هاشمي هل البعض يقولك بأن التحكيم كان حلقة سلبية بالنسبة للمنتخب وهذا ما حصل من خلال ركلتين جزاء البعض يسوق أيضا بأننا قد نذهب إلى طريق مسدود من خلال عدم تواجدنا في هيئات الكاف وبالتالي سنعاقب سنحرم سنظلم كثيرا من التحكيم لاحقا خاصة في تصفية المونديال أنا أعتقد أن أبرز الدروس تعمل مباراة هذه الزمبيا هو التحكيم السلبي أن هذا التحكيم السلبيك شفنا أمور إذا ما يكونوا كذلك صراحة نرفزة على اللاعبين هذا التحكيم راح تقدر تواجهه في تصفية كأس العالم إذا ما هنا الناخب الوطني والمسؤولين عن المنتخب يتكلموا مع اللاعبين لأننا صح كانت هناك قرارات تحكيمية خيالية منحازة ولكن حتى تصرف بعض اللاعبين كان غير مقبول وهنا يزمن على الناخب الوطني وعلى المسؤولين يحذروا ويحضروا اللاعبين لأنك تقدر تحفي حكم هكذا باش تقول لي تربط لهذه القضية بقضية تواجدنا في الهيئات لا ربما توجدنا في لجنة تحكيم ربما ولكن حتى تواجده التسويق هذا سلبي غير منطقي كنا موجودين في الكاف كنا موجودين وكانوا يحقرون رواندا عن طريقية سجلها في ملعبنا ميترا ورفضوا الحاكم ما إش هذا الأمر أمر كان كولسة حكيم كولسة وهي قضية رشوة والبعض خاصة نحن كصحافيين أنا نسائل البعض وكأنه يقول للمسؤولين هاينا روحوا نشروا للحكام هاينا يحقرونا هاينا بدون نحضروا إحنا واشنون روحوا نشروا لي زاربيت جمال بالماضي حصل على كأس إفريقيا في مصر بدون مساعدة أي حاكم الجزائر يا أخي ما عندنا حتى واحد في الكاف ودينا كأس إفريقيا وين في مصر في بلد الكاف يعني ليست قبل الحادث ولكن مصر خرجت سعي سعود